ثاني شي الحلال والحرام حلقة كاملة من فيلم الغول مع العادل إمام فريد شوقي اللي هو كاتب وحيد حامد عن قانون سكسونية اللي تسوي بثمانينات طبعا من أعظم أعمال عادل إمام عنده حلقة كاملة إنه أول شي اللي هي الحلقة اللي فيه حسين المهدي يطق فيها لبنية بالحفلة أو في النايت كلاب ويتسبب قتلها أو شي من هالنوع ويصير بس مهمة وشخص واحد هو اللي شاف الجريمة وطبعا فيه شهود بس فيه واحد هو اللي يصير عنده ضمير ويدقق يقررنا بيتطلع حق هالإنسان اللي انطقت في المرقص أو في هذا فشنو يصير كل الشهود يركض عليهم طبعا هو بالفيلم كان فريد شوقي اللي هو أبو البني آدم اللي كان هذا ما أخذ دور نفس حسين فهم كان ما أخذ حاتم ذا الفقار يروح يشتري ذمم اللي يشهدون طبعا كلهم فقارة ومساكين طبعا هذا يعني فهو يشتري ذمم من نفس الدور سوا عبد العز جاسم بس إنه شنو نطلعه أخو نفس المشاهد كوبي بيست حلقة كاملة ماي حلقة ونص كوبي بيست الغول أنا ترى بغيت سويكم ياه إن شاء الله بسوي لكم ياه مشاهد لأنه أنا أدري هو البينة على المدع واليمين على المنأنكر أنا أدري إن الحجم معكم طايع لا أنا لو حاجة القفاص يقول خلاية لا هي نفس الطبيعة بس هي مو يعني مو التفاصيل مو ذاتها بس إن الموقف هو ذاته من زين التفاصيل هو أدري أنا أعرف طريقة القفاص